تجمع عشرة النزحين الفلسطينيين لتناول الوجبات التي أعدها مطبخ طعام خيري في رفح يقوم بمساعدة النزحين وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير مساحات شاسعة من القطاع ما جعل أجزاء منها غير صالحة للسكن وسط تشريد أكثر من 85% من سكان غزة يوما بعد يوم يزداد الشعور بالعجز لدى أهالي قطاع غزة في وقت ينفد فيه الطعام من المنازل بينما يشكو الأطفال من الجوع عشرات النزحين الفلسطينيين تجمعوا هنا في رفح الفلسطينية جنوب القطاع أملا في الحصول على وجبة من الوجبات التي أعدها مطبخ طعام يعمل على مساعدة النزحين من الوسط والشمال الأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها أن عشرة في المئة فقط من الغذاء اللازم لسكان القطاع البالغ عددهم 12 مليون نسمة دخل إلى غزة خلال الفترة الماضية التي تلت أحداث السابع من أكتوبر وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات عدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم وتوقع التقرير الذي يصنف مستويات الجوع من 1 إلى 5 أنه بحلول السابع من فبراير وفي السيناريو الأكثر ترجيحاً سيكون سكان قطاع غزة جميعهم عند مستوى جوع يلامس الأزمة أو ما هو أسوأ وأصبح الجوع المشكلة الأكثر إلحاحاً من بين المشاكل العديدة التي تواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة إذ لم تتمكن شاحنات المساعدات من جلب سوى جزء صغير مما هو مطلوب بسبب التعنت الإسرائيلي كما أن التوزيع أصبح غير متكافئ بسبب فوضى الحرب